صباح الفل عليكم في برنامجنا النهاردة في حلقة جديدة من حواديث مصرية هنتكلم النهاردة عن موضوع هو مؤسف شوية للأسف طبعا الناس كتير جدا ما بقيتش قادرة انها تتقبل ضغوطات الحياة ولا قادرة ان هي تواجه مشاكلها وتتقبل المشاكل الموجودة عندها ولقينا طبعا شباب كتير جدا في سن صغير يعني سنهم مش كبير على انهم يعني على طول مهمومين وعلى طول كرهين حياتهم وعايزين يتخلصوا من حياتهم كل ده حنقشوا النهاردة في حلقتنا مع خبيرة العلاقات الأسرية والأبراج الأستاذة بشاير طبعا احنا جايبينها النهاردة مستضيفينها مش على انها خبيرة الأبراج والفلك طبعا زي ما كلنا عارفين هي النهاردة جاية بصفتها خبيرة العلاقات الأسرية أول حاجة طبعا برحب بك في حلقتنا النهاردة أهلا نفسك منوارة حلقتنا أهلا نفسك أهلا انتشرفت بك أول حاجة عايزة أعرف ايه رأيك في الموضوع ده يعني ليه شباب كتير يعني مؤخرا بيبقوا زهدين في حياتهم ومش عايزين يعني يكملوا حياتهم لدرجة انهما ممكن يفكروا ينهوا حياتهم بأدهم عدم الرضا عدم الرضا خليهم هم أصلا كل الشاب اللي طالع دلوقتي يا جماعة متسرع عايز مرتب كويس عايز وظيفة كويسة عايز يخطب عايز يرتبط يعني كل حاجة عايز يعملها في سرعة ده مش هيجي كله في وقت واحد المفروض الناس يعني كل ما هي عدة مرحلة بتستاج ندوك أكتر بتزداد حياة أكبر يعني كل مرحلة عمرية أو سنية ليها حاجات وخبرات بيتتسبها فيما بعد فكل حاجة بتجي في وقتها لكن هم علشان خاطر دلوقتي الوقت واخدهم قوي ما بقاش في حتة الصلاة أو اللجوء لربنا قوي دي بقى يتعامل قنوط عند الناس يا جماعة الشباب دلوقتي كله بقى متسرع ربنا سبحانه وتعالى قال إيه ومن يعرض عن ذكري جعل الله وعيشته ندنقة دنقة بمعنى أنه هو هيبدل يجري زي الوحش في البلية زي ما ربنا ذكر في قرآنه ومش هيحقق أكتر من اللي ربنا كاتبهوله يعني واحد سب واحدة حبها أو سب شغل أو خلاص جاله إحباط وجاله إنهيار مش شرط هو ممكن يكون ربنا شئله حاجة أحسن طب وهل ده بسبب الظروف الصعبة وكده فدلوقتي الشباب ما بقوش عارفين يوصلوا الحاجة بسرعة ولا ده بسبب عدم الرضا ولا بسبب إنه يعني الدنيا بقى فيها حاجات كتير جدا فبقت الناس دلوقتي ما بترضاش يعني زي ما انكت الناس تلاقيه عيشة عيشة بسيطة ممكن تبدأ عيشتها بطريقة بسيطة دلوقتي الناس كلها عايزة تعمل حاجات كتير مرة واحدة وبيبصوا لغيرهم كمان للأسف ده اللي أنا بقوله عدم الرضا الرضا لمن يرضى يعني اللي بيرضى ربنا بيتجيله فوق اللي هو عايزه يعني بيبقى عايز كل حاجة جواه هو بس بيكلم ربه بيسعى يعني اسعى واكتهد هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى عاتيك فوق اللي بتتمناه لكن دلوقتي الشخصية يعني اللي بتبقى قانتة دي مش حبة حاجة كل حاجة عندها لأ يعني ممكن يبقى معها حاجات حلوة جدا أبسطها إنه مثلا ماشي على رجليه وكويس وصحاته حلوة ما شاء الله أو متعلم أو ابن ناس وظروفه كويسة أو ابن ناس فقرة وأهله مريحين وجايبين له كل لا دا في ناس عشان تكمل دراستها بتشتغل وبتشقى في ناس مرمية في مستشفيات بتغسل كلا في ناس مرضى قلبي ما بيقدرش يمشوا المسافة اللي انت بتمشيها أو بتلعب رياضة في حاجات كتير لو الشخص شافها أو الإنسان القانت أو اللي هو بيبقى عايز يتخلص من حياته دا يعني بيبقى حابب إنه هو يشكر ربنا أكتر عن إنه يقعد طول الوقت أنا مش مرتاح أنا مش مبسوط أنا محققتش حاجة لا أنت حققت حققت إنك بايت إنسان بايت في دراسة بايت الناس شايفك بصورة حلوة لو أنت راجع عن نفسك لكن طول ما أنت فيك حاجات كويسة ومش راجع عن دا الناس مش هتحسوا فيك بالعكس هتحس طول الوقت بالإحباط بالتالي هتحس بالنفور والاكتئاب الناس هتبعد عنك محدش بيحب الشخصية المنطوية أو المكتئبة دلوقتي للأسف دلوقتي ناس كتير بتبص للأحسن منها ما بيبصوش للأقل منهم عشان عايزين كل حاجة كله بيشوف ده عنده إيه وده عنده إيه عايزين كل حاجة محدش بياخد كل حاجة محدش بياخد كل حاجة كل الحالات بتبقى بسبب بعضها مردة أصل بعض الحالات ممكن تكون بسبب بعض الأزمات النفسية أو الأصدامات النفسية اللي بيمر بيها بعض الأشخاص أو بتكون برضو يعني أمراض نفسية مثلا بتؤدل كده ده اللي احنا بنقول عليه إن لما بيفارق لو واحدة بتفارق حبيب أو واحد بيفارق حد بيتعرض للصدمة بيكون ربنا شايل له حاجة أحسن والله يا جماعة ربنا جميل بيكون شايل حاجة أحسن حيعوضه لكن هو ما بيصبرش الصبر ده مطلوب يعني ربنا حتى ذكره في القرآن الصبرين على خير والريضة لمن يرضى لكن القنوط حيأجل إيه حيأجل إنك حتنتحق ده دلوقتي عاملين جروب للانتحار عاملين جروب على الفيسبوك يا جماعة الولد الانتحر ده الطالب اللي هو اكتهد والأسف كان موضوع موسف جدا يعني سبب أثر سلبي لناس كتير أيوة في ناس يعني هو كمان أنا عايزة أقول حاجة لما يبقى لنا صحاب أو ناس بنحبهم نسمع لهم يا جماعة ما فيش حاجة أن احنا خلاص نفسنا نفسنا بالعكس أنت ما بتسمع مشكلة حد أو بتخفف عنه ممكن ربنا بيفتح لك باب لمشكلة عندك مقتبل شبابهم وللأسف نسمع أنهما قاموا بالانتحار ومحاولات انتحار بيبقى الموضوع موسف جدا يبقى زهدوا خلاص الدنيا لأنهما حاسين أن الدراسة دي اللي هما ما كملوش فيها آخر الطريق يعني طلبة كتير انتحروا الشهور اللي فاتت ليه؟ يعني أنت أصلا ممكن تخش أي مجال وتنجح فيه مش شرط الحاجة اللي انت عايزة أو اللي أهلك حطينك فيها لو الأسرة حطك في حاجة وانت مش حبيبة ممكن تكمل في حاجة تانية يعني مش كل اللي خد شهادة نجح في مجاله ودخل بيها يعني أنا ممكن يكون دكتور بيشتغل شغلة تانية خالص محامي وبيشتغل حاجة هو حبيبة مش شرط يا جماعة التفوق الدراسي آه انت اجتهد اتفوق مش معنى كده ان أنا حسيبت دراسة خلاص ذي قالت لا انت بتاخد شهادتك عشان ذاتك عشان نفسك عشان تبقى حققت حاجة تقدر ان انت تكمل بيها لكن ممكن يكون في مجال تاني انت حبه المانع ادخل فيه وشهادتك حدفلك مش هتقلل منك علاوة على ان لما انت يبقى ربنا في قلبك او تبقى حاسس ان انت عملت اللي عليك اصبر يعني السنة دي انت خلصت دراسة السنة اللي وراها فيه شغل السنة اللي وراها ارتباط ربنا سبحانه وتعالى عملها لك جزئيات عشان تكون كل كل مرحلة عندك عاتتك خبرة عاتتك قوة عاتتك عقلية اكبر ان انت تقدر تميز الحلوة من الوحش او الا كمل فيه او الا بتاعد عنه للأسف الناس بقت مستعجلة جدا وما بقاش عندها نفس النية تصبر يعني خلاص من كتر مثلا اللي بيشوفوها ومن كتر كمان الناس بتقلط بعضها برضو ده يلداد بتأثر على بعض يعني التقس البيع بتنتقل من حد الحد الاقي مثلا هتلاقي ده مخنوق ده مش عارف ايه هي عدو ايوا هي عدو عايز اقول حاجة يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى لما الشخص بيطلب مننا حاجة يقولك دي بتتكلم عن ربنا وعن الدعا كأنها قديسة مرابعة وددعي يا جماعة لما بيكون حد كويس ربنا حبه بيقبلش ان ده على طول بيبقى حبيب يسمع صوتك والله ويديك الحاجات الاحسن يعني دايما عايزك تقوله والله ما اختارلي ولا تخيرني لان لما ربنا بيختار اختياره احسن منك بكتير جدا ممكن حتى في النص تقع منا يا بتفكر بعقلك يا بتفكر بقلبك لكن ربنا سبحانه وتعالى بيعمل لك كل المعايير اللي تنطبق عليك وتريحك لان انت لجأتله مش هيغزلها البناء دم الكافر بيستجيب اكتر من المؤمن ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقولهم لبيوا له ندائي لبي له ندائي ومش قادر اسمع صوت مش عايز يسمع صوته يعني ما بيطلب طلب انت بتقول ده فلان ده وحش وعنده كل حاج ايوه اوكي لان ربنا سبحانه وتعالى مش عايز يسمعه عايز يلبي له الحاجات بتاعته طلباته بيؤمر الملائكة بكده انه مش عايز يسمعه شايفه انه هو انسان خلاص كافر بنعمه او كافر وجاحت بيبتلف بيبتلف حاجات كمان بيبقى حبيبها جدا عشان ربنا عايزه ينجي عايزه يتكلمه وربنا في غينة عننا احنا اللي محتاجين له في ناس كمان يعني لما بتتعرض لصدمة او لحاجة موقف وحش او كده ما بتبصش انه ممكن يكون داليا خير بعدين او ممكن ربنا يعود عليها بالاحسن بتبقى ساعتها في وقت الصدمة بركزة في الموقف اللي حصل وشايفة ان الدنيا كلها انتهت وخلاص يعني مفيش امل لقدام فبيصابوا بصدمة ولو يتعمقوا في الموضوع ده بيبدأ يكبر معهم وتيجي بقى افكار انه هما خلاص انا مش عايزة عيش انا عايزة انتحر وبيبدأوا يفكروا انهما عايزين يتخلصوا من الدنيا دي فيه ناس بتبقى هشة يعني هما في حياتهم عموما كانت الام هي المتولية المسئولية الاب متولي التفكير للأسرة فما بيجوا يدخلوا حياة او يبتدوا يوجوا ناس في كليات او فيه ناس بتبقى ضغطهم يعني مثلا عميد الكلية ضغطني بحاجة في دراسة او في حاجة المدرس بتاعي او الميستر بتاعي ضغطني بكلمة فيه ناس ما بتبقاش قادرة ان هي تقام بتشوفها ان هي خلاص انا كده نفسيتي تعبت انه هو كده بيقلل مني فبيبقى خلاص ياب ينطوي والانطواء يا جماعة بيجيب اكتئاب يعني ممكن اي حد يعني التعب نفسيا يلجأ لحد يدردش مع ملقاش هو يخرج يكلم ربنا يمسك مصحف يقرى فيه يخرج يعمل شوبنج يتفسح معهش فلوس للشوبنج او للتسوق يتكلم مع حد اي حد لو لقاك يفك عن نفسه وزي ما بيقوله يفض فض لان احنا ربنا خلقنا لبعض واحنا المفروض نسمع بعض يعني حتى لو انا تضغط النهاردة او متضايقة او مقدرش اسمع لك اكيد حاسمع لك بكرة لو انت النهاردة مش شايف الطريق الصح اكيد ربنا حينور لك بصرتك بالصبر زي ما بيقوله طبعا قطرة الضغط بتولد الانفجار يعني بيفضل يعبي جواه واحدة واحدة وكمان برضو الناس اللي حواليه للأسف ما بتحسش به يعني برضو دور من الاهل والناس المقربين للواحد ان هما لما يحسوا انه في حاجة متغيرة لما يحسوا بوادر اكتئاب بالكلام ده يحاولوا ان هما يسمعوه يتكلموا معاي يشوفوا ماله او حتى لو الموضوع صعب يعرضوا على طبيب نفساني او كده مش ان هما خلاص يعني فيه ناس لما يعني تيجي تتكلم بتاع ما انت بتاكل بتشرب مالك في ايه اللي هو قصدي يعني بيتفههم مثلا من من مشكلة ابنائهم او الناس اللي حواليهم او كده وحتى لو حتى لو شايف المشكلة اللي قدامك دي ممكن تكون تفها بس في نفس الوقت هي ممكن تكون عند اللي قدامك دي حاجة من الرقوم زعلاء جدا فحاول انك تسمع وتخفف عنه حتى لو مش هتقدر تعمله حاجة بس مجرد انه انه يحس ان فيه حد بيفطفض معاه بيتكلم معاه يهتم ده اكيد انه هو حيبقى برضو اللي هو تأثير ايجابي لكن لو فضل يعبي جواه واحدة 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 هيقدر الانفجار انا عايزة اقول يا جماعة فيه ناس اصلا ما بتتكلمش يعني ما بتكتأب تحاول طب هو انت زعلان مني انا طب زعلان من ايه من الشغل زعلان لأ طب سبوني حهده فيه ناس اصلا ما بتديش فرصة ان انا احاول اتكلم معاها احاول اخرجها من اللي هي فيه هم دي طبيعاتهم لان هم تعودوا على كده وفيه حد بيتكلم ما بيبقاش عارف يوسف مشكلته هو مشكلته جواه هو انه هو موجوع من حد مش قادر يقول ان انا مخزون من حد بيحب حد قوي ومش قادر يصرح به بالذات لو هو في الجيرة في نتاقه الاسرة فمش عارف يتكلم مع حد قريب منه للأسف قال كمان الانتحار يعني من الافعال المحرمة يعني لما تجد انتحر بص برضو قدام هتروح فين هيحصل معاك ايه يعني ما تضيعش حتى لو شايف الدنيا كلها سودة ومقفلة معاك ما تضيعش دنيتك واخرتك ربنا سبحانه وتعالى اقل واعرض عن القانتين بمعنى ايه ان الشخص اللي مش حابب الحياة وحقد عليها او نقم عن نعم اللي ربنا اديه له ده بيبقى قانت مش قادر بص لنعمة العنين بص لنعمة النك بتنطق فيه ناس ما بتعرفش اتعبر فيه ناس اصلا مفتقدة النظر فيه ناس تعبانة جدا نفسيا تولي الوقت في مستشفيات انت ولله الحمد ربنا خلقك سليم عاقل ماشي ممكن تحتوي نفسك قبل ما يجيلك انهيار وتتحول لمريض نفسي يعني ربنا سبحانه وتعالى استفاق بمشكلة خليك قوي يعني كلنا وجهتنا مشاكل انا واحدة من ناس في اول السنة دي جوزي توفى وكان كل دنيتي وحمدت ربنا وبدأت ان انا قرب منه اكتر ولله الحمد يعني الناس برضو بتبقى حواليك بتحاول ان هي تخاففة عنك بس انت لو ما تخرجتش نفسك محدش هيخرجك حتى مهما نحاول طالما انت جواك احساس ان انا خلاص محبط وان دي اخر الدنيا مش هتقدر تقف على رجليك ما تديش نفسك احساس ان كل حاجة دي دنيتي لأ انت دنيتك احلى من كده دنيتك ربنا اللي اخترها لك وهو اللي بيخليك تكمل فيه هو اللي بيختار وفاتك مش انت اللي تانية حياتك يعني هتخسر دنيتك وتخسر اخرتك اللي انت حار مش حل بالعكس انت هتموت كافر وتعيش متعزد طب يعني اللي بيحس بكل بوادر ان هو خلاص كاره الدنيا وعايز يمتحر والكلام ده يعني تنسحي يعمل ايه او يطلع من اللي هو فيه ازاي لان الناس وقت ما بتبقى في الحالة دي او وقت ما بيبقى خلاص ممكن يبقى اللواء كأنه معامي خلاص عنا ما يشوف اي حاجة وعايز يعمل اللي في دماغه ده او يتخلص من حياته خلاص وشايف الدنيا سوء ده وما فيش فيها بريق امل خلاص فايه الحل معهم يعني ازاي نقنعه لو جتي عاتي تنصحيه وبتاع في الوقت ده ممكن ما ما تقبلش ما تقبلش خلاص يبقى هو في دماغه قوله انا ما حدش حاسس بيه فمش حاسس بيه ايوه هيبقى حاسس انه ما حدش حاسس بيه ما حدش فاهمه انه هو في كل حاجة سودة حواليه فحيبقى باصس خلاص انه ما فيش حاجة ما فيش امل فازاي حادس زي ده نقدر انه نحتويه ونطلعه من اللي هو في ده انا بس عايز اقول حاجة الامات الاول يا جماعة فيه اسر مربية ولدها على عفة جدا البنات لدرجة ان انا قابلت مشكلة من كام يوم طبعا مش عايزة اذكرها قوي بس عايزة اقول ان البنت حتى ليلة فرحها معقدة خايفة خايفة تفرح مش عارفة اللي مستنيها ايه من كتر ما الام مخو فيها ان حرام والعفة والدخل يعني هي عروسة المفروض تفرح وتعيش حياتها وسنها مفيش فيه ناس تانية متربين على الصهر والرأس والاوكي يعيشوا سنكو بس انا عايزة اقول لو انت حتى ملقيتش صاحب او لو انت ملقيتش صاحبة الجائلة اخرجي مجرد انك حتى هتشمي هوا هتغيري جو غير المكان اللي انت قاعدة فيه وقفلت على نفسك وطومي من نوم تناني لان دي اول اعراض يعني دي اول اعراض الاكتئاب ان انا مش عايزة اكلم حد مش عايزة احكي مع احد قاعدة منزوية في وضع الوحجة يأما النوم كتير يأما عادة بالنوم خلاص والقرق لا ده هاي هي طول الليل سهرانة وبتنام طول النهار عشان تضيع اليوم عايزة اليوم اللي بعده ييجي اه بيبقى اكتاب وبعد كده بتخش في مرحلة ان انا خلاص لا قادر نام ولا قادر اتكلم يعني حتى العقل نفسه بيهايبر ما بيبقاش الواحد قادر يستوعب ايه اللي حواليه هو خلاص دخل في موت تاني ودخل في حياة تانية برضو التنمر الزيد على الناس عموما يعني مثلا بتلاقيه في الجامعات في المدرسة ممكن طالب معين يتعرض للتنمر من زملائه او تنمر من اللي حواليه لدرجة انه يحس انه منبوز ومحدش عايزه ويجي له احباط نفسي وده ممكن يأثر عليه بعد كده يقام بسلوكه عضواني كده يعمى بقى يبدأ ينطوي وده ممكن يؤذي بيه واحدة واحدة انه هو يفكر في الانتحار ده اللي انا قلته في الاول لما بيكون طالب مثلا وخلاص حد ده يقوى ان كان في سكول او في جامعة او بيبقى خلاص هو او مثلا انا عميت كلية لو هو محضر مثلا حاجة وجا حد قاله لا ده غلط ده اللي انت هتعمل عليه البحث اللي انت عامله ده مش حلو او بيبتجي هو طب ده انا صهرت وحضرت هو ده خلاص اخر مرحلة عنده كده ان انا مش قادر افكر تاني وان هو كسر ما اديف يا جماعة بالله عليكم رحمة يعني رحمة بالبشر شوية بعضكم ببعض ان انا هقول اه طب الاخطاء بتاعتك كده وكده حاول بدل ما تقوله لا ده زفت مثلا زي ما بيحصل كده باللفز لاني ناس كتير اوشتكت من موضوع ده وقالولي قلو لا انت عندك النقط دي ممكن تغيرها لكده لو تقدر تساعده هيكون ثوابك عند ربنا يعني ومش هياخد مكانتك او هيبقى حد مثلا متفوق اعلى منك بس انت اللي هتاخده الثواب برضو في نفس الوقت ما تجيش مدرسة مثلا تحرق طالبة او طالب للبسه او انت انت بتعرفيش ايه زروفه ممكن يكون هو اصلا اللبس دوت يعني جايبه بالعافية او عنده من السنة اللي فاتت او اللي قبلها ما يجيش طالب يا حبيبي بالله عليكو يعني اللي يلاقي حد محتاج ممكن واحد انت في ايديك هامبورجر وهو اصلا مش لاقيش صندوطش بتاع الطعمية برا يعني حرام بشوف حاجات يعني فيه ناس رحيمة جدا على فكرة ومن طبقات راقية قوي بس دول بيبقوا ترابوا صح للأسف دلوقتي يعني الاولياء الامور وكده بقوا منشغلين اكتر في ازاي انهم ما يجمعوا الفلوس ويصرفوا على ابنائهم ممكن ما بيبقوش عندهم الوقت الكافي انهم ما يعودوا معهم يحتوهم وكده فبتلاقي الابناء يعني بيبدأوا يندمجوا مع نفسهم في الافكار دي ولما بيبقى عندهم فترة اكتئاب او انتواق او كده ممكن محدش يحس بيهم اصلا لا انا كمان بتكلم عن لوما بيسيبوا ولادهم متدلعين ونوادي زي الولد الاخير اللي هو قتل الولد ده والأسف هو حق اضع كمان هو الأسف كده حق اضع لان طبعا هو اهله ما شاء الله وسلطة وبتاع احنا المفروض ما نتكلمش في الموضوع ده نهائي لان طبعا احنا بنتكلم في حاجة تانية بس انا اقصد يعني لو هو كان فيه شوية ايتمام مثلا كنا جبنا الولدين وكنا حلنا المشكلة جيد بدل ما يحصل حق ده شاب وده شاب يعني احنا نقول ده يتعدم وده تقتل طب حرام ما الاتنين شباب يا جماعة ما الاتنين عندهم اهل عيتواجهوا عليهم انا مش بيرجح ان دوت خلاص يعني كده ياخد براءة لا طبعا بس انا بتكلم ان كان في الاول لو القسر مثلا عندها علم بالسلوك دوت كانوا جمعوا الاتنين كانوا حاولوا مع ده شوية وده شوية كانت الدنيا زبطت بدل ما بتروح روح ليه ما دوت واحد يعني امه برضو حزينة عليه وتعبنة والتاني ممتو خايفة ان هو يتأذى يعني هي ابنها اكيد يعني هتتواجه لو تعدم طب انت وصلتيني المرحلة دي طب انت كنت من البدايات خدتيه واحدة واحدة لا السلوك ده غلط السلوك ده لكن انا عملت له حياة مرفوهة جدا لدركة ان هو بقى يحس ان كل حاجة سهلة لاسف كمان الناس دلوقتي يعني ما بقيتش بتغفر لبعض ما بقيتش يعني الناس دلوقتي لما حد مثلا بيغلط اي غلطة حتى لو تفع ناس كلها تعد ده تقول ايه ده ومش عارف ايه وكده ممكن الواحد نفسه يصاب بالاحباط مع ان الناس كلها بتبقى فيها العبر يعني بس يعني لازم كله يركز مع كله يعني ربنا سبحانه وتعالى بيسامح البشر ما بيسامحوش يعني ممكن واحد يتوصل بينه يحس خلاص انه منبوزه انه ما فيش امل انه خلاص يبدأ حياته من جديد عشان اي حاجة تفع هو ده بسببين في حاجة اسمها دلع زيادة ودي بتقديل الاستهتار زي ما لسه بنتكلم وفي حاجة اسمها ضغوط ان انا شايف اهلي مش قادرين يكملوني دراستي بيعيشوا حياجة يعني قاسية جدا عشان يريحوني او عشان يخلوني ان انا يكمل فالتنين للأسف الحياة بتاعتهم ما بتبقاش موزونة لانه هو مرفه قوي يا جماعة ان انا مسا عندي كل حاجة فبالتالي حتى حياة البشر بستها تربية او ان انا لو عملت حاجة طالع طالع منها بفضل ان انا مرفه وان انا عندي اللي دفع عني والتاني يا حبيبي طول الوقت محبط او يا حبيبتي طول الوقت محبطة ان الظروف قاسية فمش عارفة تعيش زي البشر بيبقى ناكم على الناس اللي فوق دي بقى غير بتبقى ناكمة لا في ناس بتبقى راضية الحمد لله بس انا قصدي انه في بعض الناس بتوصل بيهم بقى ان هما بيبقوا ناكمين على الناس غيرهم لا هي ما بتبقاش ناكمة هي بتوصل لمرحلة ايه يعني انا خلص دراسة فين الشغل فين الحاجة اللي انا حقدر اعود اهلي بيها فين يجي لها احباط والهيار بعد الاحباط في ناس بتنتحر فعلا بسبب غلاء الاسعار وانها مش قادرة يعني تعيش مع يعني المفروض طبعا انه يتحلوا بالصبر وكل حاجة بس في ناس فعلا من كتر غلاء الاسعار وانها مش قادرة يعني حتى توفر حاجاتها الاساسية كل ابو وام عندهم حلم في الطفل او الطفل اللي بيربوها خلاص انا خلصت انا تفوقت انا بقيت حاجة كويسة انا عملت كل اللي علي فالمفروض ان انا لقي مقابل لا يا جماعة ده في خريجين كتير جدا لغاية دلوقتي ما اشتغلوش واللي اشتغل ما اشتغلش في وزيبته يعني حتى القوة العامة العاملة بقوا يسموها القوة العامية من كتر ما كل واحد في مجال غير مجاله يعني دلوقتي اكتبست لقي الدكتور بيشتغل حاجة المعندس حاجة واللي بيشتغل في مجاله ما بيتكافئش المكافئة اللي يستحقق بعد المعاناة دي ممكن نقول ظروف البلد ممكن نقول الحياة بقت غالية اوكي بس البناء ادم اللي بيحبط او بينهار لانه بيبقى خلاص بزل كل اللي عليه ومش لاقي طب حيعوض اهلو دول ازاي ما هم صرفوا كل اللي وراهم اللي قدامهم عليه طب ويعني احنا ازاي ممكن يبقى في حل المشكلة دي ويعني لان النسبة فعلا الاكتئاب والامراض النفسية بقت اعلى من الاول بكتير ونسبة الناس المحبطة بتزيد يعني اما الناس بحس انه اما الناس مثلا بتوحبطه بتتجه للانطواء والاحباط وكده اما بيبقوا عدوانين بقى زي الناس اللي بتقتل وبيع مخدرات وقصد يعني فيه ناس كتير بتتجه اتجاهات متطرفة او مش كويسة بسبب يعني ايه بقى المشكلة يعني او ان احنا نقدر نحلها ازاي في وجهة نظرك انا عايزة الاول اوجه البنات يا جماعة لو واحدة دخل فيه علاقة حب وده هتعملك احباط او الشخص دوت مش هيقدر ان هو يحتويك ويعملك بيت او يعملك حياة وعلقك سنة واثنين بدل ما تنهار يقف على رجلك من اول وجهت لاني انت اكيد زي ما انت اتعلقت بشخصي فيه ناس متعلقة بيك بس انت مش شايفاهم او مش هعطيهم فرصة يبقى اكيد ربنا شاهلك حاجة احسن غير الشخص اللي انت شفت في العيوب ده من هنا هتبدأي تطلعي من اللي انت فيه لو تمسكتي بربنا اكتر او قرقتي من العزلة اللي انت فيه او بدأت تحكي مع صحباتك مش لازم في خصوصياتك احكي في اي حاجة اخرجي شوفي ناس اتكلمي مع ناس مش لازم تحكي الوجع اللي جواكي بس انت ما تتلهي او بيقولوا تسهي عن حاجات جواكي انت بمشاكل ناس تانية او باماكن تانية غير اللي انت متواجدة فيها ده هتغير منك هيخليك انت تتقبلي الوضع اللي انت فيه بصدر رحب وتبتدي تخرج منه واحدة واحدة هتعاني في الاول اول اسبوع اول اسبوعين بعد كده هتبتدي تفوق دي حاجة بالنسبة للشباب اخرجوا اتكلموا مع بعض حاولوا تقربوا من بعض بس مش كل واحد يبقى كل تفكيره ان انا انتقمي ازاي من الحاجة اللي وجعتني او الناس دي يتعايش ازاي واحنا لأ او ما تتكلموش بالحاجة اللي تحبتكم نفسيا قد ما تتكلموا بعد التخرج حعمل ايه شكرا جزيلا يا استاذ شرفنا طبعا بوجودك معنا واتمنى تكونوا استفادتوا في حلقتنا النهاردة طبعا احب اقولكم ان كل حاجة في الدنيا بتتولد صغيرة وبتكبر مع الوقت الا الهم بيبقى كبير وبيصغر مع الوقت الحزن عشان كده ايه طبعا الحزن بيبقى كبير وبيصغر مع الوقت عشان كده واحدة واحدة حاولوا ان انتوا تتفادوا الحاجات اللي مزع عليكم وبالنسبة طبعا للأباء والأمهات وتفقلوا بالخير تجدوا يا جماعة تفقلوا بالخير تجدوا بالنسبة للأباء والأمهات حاولوا تحتوق ابنائكم وتخلوا بالكم منهم وتسمعوهم وحاولوا يا جماعة تسمعوا بعض وكونوا رحمين على بعض واشوفكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامجنا عوديت مصرية اشتركوا في القناة